فاحب بحبيبك هونا ما مش معناه ان انت تقلل من حبك لحبيبك ولكن لا تحب حبيبك حتى تملكه فتخنقه فلما تحب حب بعقل بحكمة وخلي فيه حدود مترسمة بينك وبين حبيبك يعني لما تحب بحد خلي فيه خصوصية لحبيبك ولما تحب خلي فيه خصوصية ليك مع حبيبك وعشان كده اهم ركائز الاتزان في العلاقات هو الرشد ان انت تحب الحب الرشيد ما تحبش الحب الذي هو يحول المحبوب الى ان ينتقل في ساحة العبيد لا حبيبك مش عبد مش مملوك ليك واللي افسد علينا الرشد في الحب او الرشد في العلاقات هو الفردانية الفردانية ان الواحد ما يشوفش غل نفسه فالشخص اللي بيحبه حبيبه حبه تملك بيشوف ان حبيبه هو محور العلاقة لكن دي بيش الحقيقة الحقيقة هي ان هو محور العلاقة مش حبيبه حبيبه بيكون وسيلة الحقيقة يعني بيكون وسيلة اما وسيلة للتعويض حاجها او وسيلة للاعتمادية لكن بالاخر خالص حبيبه مش غاية حبيبه وسيلة وسيلة لايه عشان يرضي ذاته وعلى فكرة حب التملك ده من اكتر الاشياء اللي انت نجد فيها افرائي تمن اتخذ اله هو هو بيأمره ان هو يدوس على فلان ويخلي فلان ده تحت ضغط على طول ويخلي فلان ده وات ما يعملش حاجة غير في مصلحته هو طب الحقيقة واضح ان هي مؤزية يعني شوية اذا كانت مؤزية كده هي الناس بتحب حب تملك ليه لما بصينا كده وشفنا او الناس بتحب حب تملك ليه لقينا اشهر الاسباب اللي بتخلي الناس تحب حب تملك شوية اسباب منها ديقوا الافق ان الشخص اللي بيحب حب تملك ده في اوقات كتيرة مش شايف الدنيا واسع شايف الدنيا ديقة شايف ان الدنيا كلها هو حبيبه فما يعرفش غير حبيبه فاحد اشكال ضيق الافق انك ما تكونش شايف نعمة ربنا مثلا وان الدنيا واسع ولا شايف ان في حد تاني غير حبيبك عشان كده دايما بتقول ان انت ملكش غير حبيب واحد وحبيبك ده لازم تكلبش فيه او ده ديق اوفق الدنيا واسع انت دايق تعالى نفسك ليه وانزاك دايما انا بقول لأحبابي بقولهم ايه ضيق الرزق من قصر النظر ووسع مشهدك تنى المسعدك يعني ايه يعني كل ما تنطلق من وسع الله كل ما تلاقي الدنيا واسعة يعني كل ما ترى نعمة ربنا اللي ربنا عيشك فيها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ان انت انسان في وسط مجتمع فالمجتمع ده وات ممكن تلاقي ناس كتيرة جدا 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 تحبهم اشتركوا في القناة